التقى وزير الخارجية محمد علي الحكيم سفير الاتحاد الأوروبي لدى بغداد رامون بليكوا وتم استعراض والعلاقات الثنائية بين جمهورية العراق والاتحاد الأوروبي وسبل الارتقاء بها من أجل تطويرها في المجال التكافة أبينا الوزير اهتمام العراق بالعلاقات مع الاتحاد الأوروبي وضرورة تطوير العلاقات المشتركة مشيدا بالدور المهم والحيوية الذي يده الاتحاد الأوروبي بدعمه للعراق في مواجهة الإرهاب خلال الفترة الماضية من خلال التحالف الدولية وكذلك الدعم المتميز في المجال الإنساني معبرا عن أمله بأن يكون الاتحاد الأوروبي من المشاركين في عادة إعمار المناطق المحررة من عصابات داعش